كاملين ما حضراتكم كنت قبل الفاصل بتكلم على موقف النادي الاهلي من بطول الكأس العالمي وأنديا وفي نفس التوقيت طبعا هيكون كأس الأمم الأفريقية اللي مشارك فيها منتخبنا الوطني وعدد اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني بالنسبة للنادي الاهلي عدد ليس بالقليل وبالتالي طبعا تبقى أمور صعبة بالنسبة ليه النادي الاهلي اللي في حالة وصول منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي وبالتالي ايه اللي هيعمله النادي الاهلي أرسل خطابات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي وبالتالي خالد يعني بتشوف النادي الاهلي موقفه هيكون عامل ازاي بالنسبة للكأس العالم موقفه صعب بس أنا أنا بس بستغرب لأننا من فترة توصلت كنت بعمل ريبورتاج عن القصة دي فتوصلت مع حد من الفيفا فقال لي تأكيدات واضحة جدا كاس العالم الأندية مش هتتعمل في المعدة اللي هو اللي تم ساعتها الإعلان عنه بشكل مبدئي كده ان احنا بنجسة نبض بلونة اختبار فقال ليك لا احنا كاس العالم أكيد مش هتتعمل في المعدة كاس أمام أفريقيا لا وجود لا توجد نية لتأجيله أو لنقله دولة أخرى أو لإلغاءه البطولة هتتعمل في معادها وكل الانسبكشنز اللي بتتعمل في الملاعب بتاعت الكاميرون جيدة جدا عندهم كان مشكلة بسيطة بس الدنيا ماشية كويس بيطلع دلوقتي الفيفا بتؤكد انه كاس العالم في المعدة اللي هو حدده فاينل كاس أمام أفريقيا يوم ستة فبراير والاهلي عنده مطش يوم خمسة مع منتاري فده معرفش يعني الاهلي عنده سبع انت لو وصلت يعني كان منتخب لو وصلت لو وصلت اه اه انا بتكلم في حالة ان ان شاء الله المنتخب يوصل طبعا المنتخب عندنا اهم من اي حد تاني يجب اي اي اعتبارات اخرى حتى وان كانت بطولة ودية بطولة رسمية منتخب مصر هو منتخب مصر ولكن برضو الاهلي بيمثل مصر فاحنا محتوطين في ورطة كبيرة جدا الاهلي عنده سبع عناصر من العناصر الاساسية اللي بيلعبوا في صفوف الفريق الاول مش موجودين الدور بقى مسيماني في الروتيشن والكلام ده كله ان هو يحاول يلاقي بدائل خاصطا انا احنا عارفين انه يعمل حسابه اصدق يعني منتاري اه يعمل حسابه من دويات حد هناك اه ملازم منتاري هو صاحب اكبر نتيجة هزيمة يعني الاهلي اكبر نتيجة هزيمة للاهلي كانت على حساب منتاري خمسة واحد الفين وتلات عشر ولا التون يوتناشر اتونير اكبر هزيمة يخسرها الاهلي في كاس العالم كانت من منتاري فاللعبة هتخش بالدوافع دي نحن عايزين نرد وفي نفس الوقت سكتنا كممثل لمصر يعني كالاهل لي انا بالكلام دلوقتي بلسان جمهور الاهلي سكتنا سالكة للفاينل لانه الناحية التانية لهلال وقعوا قدام تشالسي وقعوا قدام فالناحية التانية فيه عب كتير فالتعب بالمراس في المرحلة اللي بعد دي لو عدت منتاري تقدر تلاعب بالمراس لو عناصرة كلها كانت موجودة زي ما كانت موجودة ساعات دلوقتي الاهلي في موقف لا يحصل عليه دور دور مش منتاري لا دور دور موسيماني دور موسيماني من دلوقتي لحد شهر فبراير لازم يشتغل عشان يجي يجد البداية ده يعني لو الامور مشت بالشكل ده لانها فيه تصلي